بالتالي المرضودي النهاردة مع المحترفين مع أحسن العيب من أحسن العيبة اللي موجودة في العالم موجودة عندنا زي محمد صلاح تريزيجيه والنيني أعتقد أن المرضودي اللي إحنا كنا متخيلينه أو أن مستنيين مباراة ذات السودان إن إحنا نهاردة المنتخب السوداني عنده ظروف صعبة فبالتالي كنا مفروض نرجوا للأفضل ولكن ما زال البداية المباراة سواء بالتشكيل أو التغييرات وحتى أن أحضر بعض اللاعبين للدور الثاني وخاصة أن إحنا النهاردة حتى التعادل يؤهلنا فكان محتاجين أن إحنا ندخل لعيبة زي زيزو من بدري رمضان صبحي محمد شريف نجاهز للناس وفي نفس الوقت نرايح لعيبة زي محمد صلاح النهاردة كان نرايح عشان الأدوار الثانية وعشان ما يتعورش ومحصلش قصمة وفجأة فإدارة المباراة من بدايتها بالتحديد النهاردة من بدايتها لنهاية المباراة يعني أعتقد أنه أخفك في إدارة المباراة هل في مدير فني يقدر يرايح صلاح؟ أكيد طبعاً لازم لأسباب كتير لو خدنا الأسباب اللي ممكن محمد صلاح النهاردة بالتحديد النهاردة يغير أنه ما دخلوش في إيجاد نتيجة أنه لعب ماتشنة يعني ثلاث ماتشنة في أربعة في أيام قليلة في أسبوع النهاردة محمد صلاح أداء الفني أداء الفني لو أنا بقيم كمدير فني النهاردة ما كانش على المرضود بتاعه على المستوى الفني في الملعب أو للناس مستنية منه في مباراة النهاردة مع زي ما قلت خصم النهاردة يعني أنا فعلاً بشفق عليهم متخب السودان للظروف اللي موجودة أنهما يعني النهاردة محمد صلاح عنده الفرصة أن يشتغل بشكل أفضل من كده أياه بس أنا مالش يا كابتن أنا آسف هل في مدير فني يقدر يخرج محمد صلاح؟ أيوه يخرج محمد صلاح ويخرج ويخرج ميسي ويخرج رونالدو ويخرج الناس كلها ليه؟ هو الفيفا أو الفيفا أو في القانون أو التدريب الكابتن الكبار اللي موجودين معاني يعني مين كبير على الطلوع؟ وخاصة أنا بقول أسباب حتى لقواه كويس حتى لقواه كان كويس وجاي بجون واتنين النهاردة يطلع عشان فيه في الدور الأدوار التانية محتاجين محمد صلاح يكون فول باور ومحتاجين إن إحنا نشوف البديل يدخل عنصر جديد زي رمضان صبحي زي محمد شريف زي لعيبة كتير إن هي محتاجينها في الأدوار التانية يعني النهاردة تريزيجيه برضو من ضمن الحاجات الأخطاء تريزيجيه إن أنا النهاردة أنت بدأت بيه ناجيريا وبدأت بيه غينيا والنهاردة ماتش إذا السودان المفروض يجاهزه يعني ماتش إذا لو خده من بدري أو خده كامل رمضان تريزيجيه محتاجه في الأدوار التانية فبالتالي النهاردة لما أنا بدأ المطلع بدأ المطلع العبل اللي هي مثلا محتاجة ماتشاط النهاردة طلع محمد صلاح وفي نفس الوقت إذا أنا قلت مش أسباب فنية بس أنه أدقه ما كانش على مستوى المطلوب ولكن للأدوار التانية اللي راحته لنتيجة ممكن يتعرض لإصابة ترجمة نانسي قنقر